السلام عليكم الابنات كديرين نتمنى تكونوا في الأحسن الأحوال ونتمنى تكونوا في صحة جيدة يا ربي ونتمنى يا ربي هذا الشهر شهر العبادة وشهر القرآن وشهر مغفرة الدنوب الحمد لله ده بدأت 16 يام اللولة ده بحنا في عشر يام الوسطى يا ربي نطلب الله يعاوننا على اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربي تقبل منا جميل أعمال الصالحة والصيام والصداقة يعني جميل أعمال صالحة من الصالحة من طلب الله يتقبلها من عددنا كاملة مكمونا يا ربي المهم هذا الشهر دي العبادة يعني إنسان يغسان من الفرصة يقرأ القرآن يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه يقدر وش يوصل الشهر لأخرون ما يوصله وش يطلبه الله هو اللي يعاوننا ويتقبل منا يا ربي المهم أنك نذكر نفسي ونذكركم ونذكر نفسي ألله ونبدأ يعني إنسان يغسان من الفرصة يعني شوية هكو شوية إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى وخدمة الخدمة اللي اللي الواجب عليه المهم اليوم اللي بناجد لكم فيديو هذا الفيديو سبحان الله العظيم يعني ش حالما المرة كنصوروا معاكم كنصوروا وبغينا نديرو كنلقى في شي مشكل وربما ما كتاب شربما ما هذا الفيديو وليغ على الكتاب و الخير في ما اختاره الله نطلب الله يسترلين الامر كامل اليوم جت لكم تويبة اليوم تويبة الخير تويبة خفاف ممكن تديرهم بيجاماة تديري بحل قميس لمن مناسبة هات شهر وحتفل عيدة ان شاء الله تلبسي ش حاجة اللي يزوينه وش حاجة اللي سامبله خفيفة وممكن البنات تديري حتلي بس اليسارة يعني كتكون يتشقاي وديري ما فيها بس لبسي وحد تويب اللي ينقي تصلي بيه وتعبدي بيه الله سبحانه وتعالى المهم هات تويبات ديو الخير و تويبات اللي يزويني كيف ما كتشوفوه وان شاء الله تويبات كلهم أنا وريتكم تويب اللي بغت شي حاجة مرحبة بها مهم نديرها لعنى القياز لا بغتش يعدين ديو القياز ديالها ما بغتش ان شاء الله غد ينخيطهم يكونوا طالعين اللي بغتش حجرة غتلقها موجودة في المحل حتى داخل كازا وخارج كازا كنديرو اللي يفغيزو وحتى خارج المغرب بالنسبة الخياطات اللي خارج كازا ربما يقدروا ما يلقوا الشتويبات اللي يتم احداهم هنا عرفت كازارة فيها الخير موجود يعني جميع انواع الاتواب اللي بغتش تحتاج بها شي حاجة ونصفت لها التواب يعني حتى اللي بغتش تواب خارج كازا ربما ينصفت لها اللي بغتش جاهز ربما ينصفت لها ان شاء الله يكونوا الطويبات جاهزين في الخياطة اي موديل سوف نشاركوا معكم بإذن الله المهم ندوز معكم نوريكم الطويبات اللي قيني شوفوا الطويب البناس خطيئة ان شاء الله ان شاء الله مني قد نخيطه ان شاء الله نخيطه ان شاء الله نشارك معكم جميع الموديلات انظر هذا التويب وهذا يوجد الوينة في جميع الألوان وهذا يوجد الخطيئ وهذا يجب أن تشحجها سكريني 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 نقوم بمثل واللون وتركوه والساتف تحتاج بشكل تصويبت كتائي يمكننا خ متر و نص بدر البيجام تستطيع خلفها نسبة مصدودة مثل حفظ السلّ على أطلع تصويبت فضر الغيطة فضر فضر الغيطة لان اخذ القياس اللذي بحققه ايضا 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 تجربه بعدها تشرب هذا الوضع نوع من هذا الوضع سوف تشرب يمكن ان يكون هناك ساذة يجب ان يكون هناك فالهو يمكن ان تشرب هذا المطلوب يمكن ان يكون 3 متر هذا الوضع هذا المطلوب يمكن ان نصبع الماء لنسؤلون لتجربة ملفية جميع عملكات العملكة نفصل في أجري العملكة النجاة التي سيفضل سياست نفس الوصف لنشارك معاكم Figure out all the work خياطة الذي كانت تجربة مفرقة تشجع وتبدأ من الوسط العائلة والصحابات هذا إنسان دائماً نقطة نقطة حتى يحمل الواد دائماً درجة درجة إنسان سيطلع ما يمكنش غتجي من الأخر وطلع الفوق ضروري بشوي بشوي والصبر أي حاجة للناس إلا والصبر الصبر مفتاح الفرج أي حاجة توصلي لها إنسان لخياطة ولا بيع وشريك بيع وشريك أي حاجة أي حاجة تصبري إن شاء الله وتوصلي لها يعني مثل هذه التويبة تخيطي لك تشوفه صاحبتك تشوفه تخيطي لأمك تخيطي لأمك تخيطي لأختك تخيطي لعائلة ديالك و تبقى هكا بشوي 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 إن شاء الله حتى كيوزها اللي هي بقى مبتادئات بذ تبع معي المراحل منه إن شاء الله وبإذن الله مع أمسوها بتعود خياطة واعراء يعني راتح حاجة ما صعيبة راتح حاجة ما صعيبة راي اللي بغيتي شي حاجة توصلي لها توصلي لها بالإرادة وبالعزيمة وبالصبر توصلي اللي بغيتي لي غا توصلي لي بإذن الله يعني ما شيد قول الله وما تخافش البنات اللي بغت الفصالة وخياطة مع مرة ما تخاف من المقاس وما تخافش من توب أنا را ما كان خافش من المقاس كنت يلا بادية شي نارية تنديلكم شي موضوع لكيفاش اللي بداية ديال يلا بادية كان سرحته وانتراتي وانقطع ما كان خممش لها وسبحانا راه بالشجاعة تكوني فك الشجاعة وهذا كتوصلي يعني اللي بغيتي خايفة ومغيتي دير أنا مع مركة ما غتتعلمي المهم اللي بنات كانوا وسط يكمتوا حتى ما تخاف من المقاس تبدأ بإذن الله والحمد لله دابا كانين نتواب اللي بغتها تويبة تنفجت تعلم راح كانين تويبة راح تنفجت تقضري فالبداية تغليها فاكل تقضليها براء الخيط وتشديه وتقديه سوف تزيد القدام اما الخياطة سودة كتشجيع كان شو احدا اللي كتعقز ما قد تشتبته غير تشوفه شوفه دبات شوفه صاحبتك مثلا اخسك مثلا سيلة الخياطات لك انا كنخمل وكندير كتنوض فالحماس تنوضيت بداية تخمني واختكني فكتلعقز هادا كتشجيع اللي ما قد باقي في العقز انا سوف تشوفه ان شاء الله الفيديو ان بي رحمنا نشجع بعضياتنا ويد في ايدي ان شاء الله تنوصله المهم هالتويب تهو البنات هذا خيط في هالتويب خيط فيه بيجامات كتاب وزوين زوين البنات هادا خديتلي الضونتين خديتلي هادا الزرق شوفه كيف يجر خديتلي هادا الزرق وهادا تهو هادا تهو التوسط بيجامات خديتلي هادا За Lean اخذت هذا الملات والبنات هذا الملات والبنات مخيطة في انا قندورة و طلعت غزالة و جاءت عندي شافتها و عجبتها قد يدري لي بحلها هذا الملات والتي انا و علقتها كمودير و اللي شافتها اللي تتعني سبحاء الله لا تصوّل لديها و البيع لا تصرح لديها و لا تصرح لديها و انتظر لديها و لا يقدم ازالت على ما يتم ازالة و اسبتها كيما يجب ان يكون بحجارة و دائما و ازالت على ما يتم ازالة هذا الملات و دائما هذا التصوّب و اخذت لديها لهذا الهدب كما ترى سوف نضيف حجائرات هنا وضعتها في الكوميماس كيف تشاهده في الكوميماس وضعتها للبنات وضعتها نظرة سوف 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 نظرة انظرة سوف نظرة سوف تنظرة من المقال سوف نظرة بقدر أمسك سوف نظرة أهدور الثاني اخذت لها الحجر اخذت لها الحجر اخذت لها الحجر ان شاء الله سوف نفصله معكم ونوريكم طريقة كيف تلسقي الحجر وممكن ان تقوم بتقميص وشي حاجة سهلة في الخدمة خفض المسيح وان شاء الله تكون مرحلة مرحلة فتوكلة سهلة كل شو ان شاء الله لنا اطبع نحن اطبع معي المراحل ومع ادني الله تشتركوا مع اخبائكم مع اصحابكم وهناك جدا فعلا ونحن نتوما نوصلوا للفوق ونتعاونوا ايد في ايد يعني الانسان ما خاسر سي حاجة انتم تباطعوا بشكل يعني القناة تتعمل الفائدة للجامع يعني حتى اللي ما عارفش مثل انت بارتجيت هذا الفيديو وشي واحدة ما عارفش ما عارفش على الخياطة بإذن الله تقدر تستافذ عندك ستي الأجر الأجر اللي يوليك الجامع يعني ما خاسرين تحاجة إنسان في الخير مادم إنسان في الخير يجري في الخير قد ما استطاع يعني شي حاجة اللي مهم ما وشي حاجة اللي غي يستفد من الناس يعني المحتوى ديال القناة ديالي ماشي محتوى شي حاجة ماشي تنلي يعني محتوى اللي هادف نعلمو الناس اللي ما مسكينا ما كتخرش تقدر توصلها اللي بسحة للدار اللي ما كتعرفش الموضيلات مسكينا يلا باد يا ما عارفش الموضيلات تقدر تشوف تستافد لأنه باش نستافدوا من بعضياتنا ما خاسرين تحاجة ماشي شي حاجة اللي حرام ماشي حاجة اللي خيبة كنديرو فيها المهم ماذا هو ما تنسوش البنات تفرط رجل القناة ديالي وتعونوني بلايك وابوني باش تعمل فائدة الجامية وتكبر القناة ديالنا وتكبر العائلة ديالنا باش نطلع باش نطلع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم انتوما باش كتكبر القناة وباش غيستافد الجاميع كان هذا هو الفيديو ديال اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وقدمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة